رحبت جامعة الدول العربية بخطوة رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا واصفة نياها بالتطور الإيجابي الذي يسهم في تهدئة الأجواء وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات في الإقليم وبعد سنوات ممتدة من الخلاف المصري التركي يأتي هذا التقارب في استكمال لسلسلة من خطوات مصالحات إقليمية إذن قطار العلاقات المصرية التركية وصل إلى محطته الأساسية والأخيرة بتأكيد الطرفين رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفراء بعد زهاء عقد من الخلاف بين القاهرة وأنقرة على خلفية تباين في وجهات النظر تجاه ملفات ثنائية وإقليمية ووسط مصالحات إقليمية وتطورات عالمية فرضت على الجميع فتح صفحة جديدة فكان لابد من إعادة ترتيب الأوراق بين البلدين نحو ما وصف بتقارب الضرورة الذي يرمي إلى تجديد علاقات تصب في مصلحة الشعبين المصري والتركي تركيا أبدت استعدادها لإعادة النظر بالعلاقات مع بعض الدول بما يحكمها الوقت والموقف من خلال تأكيد رئيسها رجب طيب إردوغان أنه لا خلافة أو استياء أبدياً في السياسة جبرة وأمونيوك نقلياتنا إلى ألجاز وعلى همش حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم العام الماضي في الدوحة جاءت المصافحة بين الرئيسين وخمس وأربعون دقيقة من حديث جمعهما ليتحول مسار التطبيع المصري التركي ويجد طريقه نحو المصالحة وفي شباط الماضي جاء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة عشرات الألاف ليبني تواصلاً جديداً بين إردوغان والسيسي على الرغم من إعادة تطبيع العلاقات المصرية التركية لا تزال تباينات عدة قائمة بينهما إذ تستضيف إسطنبول وسائل إعلام تنتقد مصر خصوصاً تلك المقربة من جماعة الإخوان المسلمين التي تعدها القاهرة إرهابية